أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الجزء الثاني من الامتحال الجهة والمحاد لمادتي التاريخ والجغرافيا الدور العادي 2018 لجهة الداخل وذهب الحصة الماضية كنا قد سححنا مادة الاشتغال بالوتائق أي مادة الجغرافيا وهذه الحصة سنتناول فيها الموضوع المقالي إذن نقرأ أولا نص الموضوع إذن لدينا هنا المطلوب هو أكتب أو اكتبه حسب اختيارك أو اختيارك فأحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول نصه تعرض المغرب خلال القرن التاسع عشر لضغوط استعمارية وجهة بقيامه بمحاولة إصلاحية انتهت به تحت الحماية الفرنسية رغم المقاومة التي قادها المغاربة إذن المطلوب هو حرر أو حرر موضوع مقاليا تعالج أو تعالجين فيه العناصر التالية أولا ضغوط الاستعمارية العسكرية التي مرستها فرنسا على المغرب خلال القرن التاسع عشر ثم بعد ذلك محاولات الإصلاح التي قام بها المغرب على المستوى النقدي والعسكري خلال القرن التاسع عشر وأخيرا المقاومة المسلحة التي قادها المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي من خلال مثالين من اختيارك نأتي الآن إلى الموضوع الثاني منطقه فشلت الدول الأوروبية في تدبير نزاعتها بطرق سلمية مما أدى إلى اندلاع حربين عالميتين خلال القرن العشرين إذا المطلوب هو حرر أو حرري موضوعا مقاليا تعالج أو تعالجين فيه العناصر التالية أولا محاولات الدول الأوروبية تسوية خلافاتها حول المستعمارات بالطرق السلمية في النسف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد ومطلع القرن العشرين ثم دور توسعات الأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية وأخيرا نتائج سياسية للحرب العالمية الثانية إذن بعد قراءتنا الموضوعين نشرع في تحرير الموضوع الأول إذن دائما منهجية التعامل مع الموضوع المقالي هي أولا من خلال تفكيك عناصره أي نحديد الإشكالية ثم المفاهيم والمجال والزمن إذن هنا بالنسبة للإشكالية فالإشكالية هي الضغوط الاستعمارية التي مارستها القوى الأوروبية وتحديدا فرنسا على المغرب خلال القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين والتي انتهت بفرض الحماية عليه وبالتالي المغاربة سيقاومون هذا الاحتلال بكل ما أوتو من قوى بالنسبة للإطار المكاني فهو المغرب في تفاعله مع القوى الاستعمارية أساسا فرنسا ثم الإطار الزمني فهو القرن التاسع عشر إلى غاية القضاء على المقاومة المسلحة المغربية سنة 1934 إذن بالنسبة للمفاهيم الأساسية فهي الضغط الاستعماري الحماية والمقاومة إذن ما هو مطلوب؟ إذن بعد ذلك لابد أن نقترح تسميم يتضمن أولا مقدمة طرح تساؤلات ثم عرض تحليلي وخاتمة إذن بالنسبة للعرض التحليلي يجب أن نبرز ضغوط الاستعمارية فقط العسكرية التي مارستها فرنسا تحديدا على المغرب خلال القرن التاسع عشر ثم بعد ذلك محاولة الإصلاح التي قام بها المغرب على المستوى النقدي والعسكري خلال الفترة الزمنية ذاتها وأخيرا اختيار مثالين معبرا للمقاومة المسلحة التي قادها المغرب ضد الاستعماري الفرنسي بمعنى المواجهة ما بين المقاومة المغربية والجيوش الاستعمارية الفرنسية ثم بعد ذلك خاتمة فالخاتمة يجب أن تكون عبارة عن استخلاص قيم وامتدادات إذن نبدأ بتحرير المقدمة إذن ما يفيد هذه الصغة أعزائي المتعلمين إذن مارست القوى الإمبريالية ضغوطا مختلفة على المغرب خلال القرن التاسع عشر تفاعل المخزن المغربي معه بنهج سياسة إصلاحية لكنها لم تمنع من فرض الحماية عليه سنة 1912 لتنطلق معها شرارة المقاومة المسلحة إذن نحاول تعليمات إلى أسئلة السفامية إذن ما هي الضغوط الاستعمارية العسكري التي مارست فرنسا على المغرب خلال القرن التاسع عشر ثم ما محاولات الإصلاح التي قام بها المغرب على المستوى النقدي والعسكري خلال القرن التاسع عشر وكيف قاوم المغاربة الاستعمار الفرنسي إذن في الفقرة الأولى نشير إلى الضغوط العسكري التي مارست فرنسا على المغرب خلال قرن التاسع عشر إذن فرنسا ضغطت على المغرب خصوصا بعد احتلال الجزائر سنة 1830 بدريعة تقديم المغرب لمساعدات عسكرية ومادية وليوجستية للمقاومة الجزائرية ثم أيضا شن فرنسا لحرب ضد الجيش المغربي في معركة إسلي سنة 1844 وهذه المعركات طبعا انتهت بهزيمة الجيش المغربي في مدة قياسية وبالتالي فالمغرب فقد هيبته أمام القوى الأوروبية لتاليها بعد ذلك توقيع معاهدة للمغنية سنة 1845 والتي اتسمت بالغموض في مسألة رسم حدود المغرب الشرقية بالنسبة للفقرات الثانية إذن أهم المحاولات الإصلاحية التي قام بها المغرب على المستوى النقدي فهي سك السلطان الحسن الأول لعملة نقدية وفق الضوابط الشرعية بباريس العاصمة الفرنسية سنة 1881 لكن هذا الإصلاح اتسم بالمحدودية لأن هذه العملة ستتعرض للتزوير بالنسبة للإصلاحات العسكرية فهي شملت إنشاء جيش وطني نظامي إرسال بعثات طلابية إلى الخارج قصدات تكون العسكري أيضا جلب خبراء جانب لتأطير عناصر الجيش الوطني وجلب أسلحة متطورة من الخارج وإنشاء بعض المصانع لصناعة الأسلحة كدار الماكينة بالنسبة للفقرة الثالثة والأخيرة إذن المطلوب منكم هو فقط ذكر أو إبراز مثالين للمقاومة المسلحة المغربية ضد للسعمار الفرنسي مثال مقاومة أحمد الهيبة ومربي ربه في الجنوب خصوصا في معركة سيد ابو عثمان ثم أيضا مقاومة محاو حمو الزياني في الأطلسي المتوسط إذن كخاتمة أعزاء المتعلمين بمجرد فرض الحماية على المغرب والقضاء على المقاومة المسلحة شرعت كل من فرنسا وإسبانيا في استغلال خيرات البلاد إذن نتسأل كيف واجه المغربة سياسة لاستغلال الإمبريالي لبلادهم إن على المستوى الطبيعي أو البشري بالنسبة للموضوع الثاني أعزاء المتعلمين فهو يناقش إشكالية فشل الدول الأوروبية في تدبير نزاعاتها بالسبول السلمية وهو ما سيفضي لاندلاع حربين عالميتين مدمرتين خلال القرن العشرين إذن المطلوب هو تحرير موضوع مقالي نعالج في العناصر التالية إذن محاولة دول الأوروبية تسوية خلافاتها حول المستعمرات بطرق السلمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين ثم دور توسعات الأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية وأخيرا نتائج السياسية لهذه الحرب إذن بالنسبة لأهم المفاهيم whatever فهنا ما use التسويات الأوروبية الأنظمة الدكتاتورية الحرب العالمية الثانية وغيرها بالنسبة للأطار الزمني وهو يرتبط بنسبة نصف الثاني من القرن التاسع عشر وإلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها إذن ما بعدها الحرب العالمية الثانية لأن النتائج ترتبط بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأجزاء المتعلمين التصميم فهو طبعا لا يخرج عن مقدمات تساؤلات عرض تحليلي وخاتم إذن فبالنسبة للمقدمات ستكون بهذه السيغة إذن لم تتمكن القوى الأوروبية من تسوية نزاعاتها حول مناطق النفوذ في العالم مما أدى إلى اندلاح حربين عالميتين خلال النصف الأول من القرن العشرين إذن ما هي تسويات التي عقدتها الدول الأوروبية لحل خلافاتها بشأن المستعمرات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ما دور توسعات الأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية وما هي نتائج أو المخلفات السياسية لهذه الحرب إذن في الفقرة الأولى أهم تسويات التي قامت بها القوى الأوروبية لحل خلافاتها بشأن المستعمرات فهي أولا من خلال عقد مؤتمرات كمؤتمر برلين الأول مؤتمر مدريد مؤتمر برلين الثاني مؤتمر الجزيرة الخضراء وطبعا الهدف من هذه المؤتمرات هو النظر في الخلافات بين القوى الأوروبية بشأن مناطق النفوذ في العالم ثم أيضا توقيع اتفاقيات ودية كالاتفاق الودي الفرنسي الإيطالي سنة 1902 والاتفاق الفرنسي البريطاني سنة 1904 ونشير هنا إلى أن هذه الآليات أو هذه الوسائل كلها فشلت لأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى بروز أزمات ستنتهي باندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 بنسبة الفقرة الثانية دور توسعات الأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية أولا من خلال انتهاج هذه الأنظمة الديكتاتورية لسياسة توسعية كتوسع اليابان في إقليم منشوريا الصيني احتلال إيطالية الحبشة أيضا تطبيق ألمانيا لما يسمى بسياسة المجال الحيوي خصوصا في أوروبا الوسطى والشرقية لضمان الموارد الأساسية للأمة الألمانية رغم معارضة بعض الأنظمة الديمقراطية ونشير هنا إلى معارضة بريطانيا وفرنسا كذلك عصبة الأمم فشلت في وقف توسعات هذه الأنظمة الشمولية وفي الحفاظ على السلم العالمي لينتهي أو لتنتهي هذه الأحداث باشتياح ألمانيا للتراب البولوني في فاتح شتنبير 1939 وبالتالي اندلاع الحرب العالمية الثانية بالنسبة للفقرة الثالثة النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية يمكن أن يجملها في تغيير الخارطة السياسية الأوروبية من جديد توسيع الاتحاد السوفيتي لنفوذه في شرق أوروبا وفي وسطها أيضا تأسيس هيئة الأمم المتحدة لحفظ السلم والألم العالميين بروز القطبية الثنائية والحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي بقيادة كل من الاتحاد السوفيتي أي متزعيم المعسكر الشرقي والولايات المتحدة الأمريكية كقائدات المعسكر الغربي أيضا بروز حركة التحرر الوطني وتصفية الاستعمار بروز ما يسمى بالعالم الثالث إذن كخاتمة أعزائي المتعلمين بعدما وضعت الحرب أوزارها دخلت العلاقات الدولية مرحلة جديدة تميزت بماذا؟ بانقسام العالم إلى معسكرين متعارضين في سياق الحرب الباردة لذلك نتسأل ما هي مظاهر هذه الحرب الحرب الباردة وما الأزمات التي تخللتها إذن ختاما أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى أن تكون هذه الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى طلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وألقاكم في حصة قادمة ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر